من شروط الأضحية أن تكون سالمة من العيوب أن تكون صحيحة سليمة من العيوب والعيوب في الأضاحي نوعان عيوب مانعة من الإجزاء وعيوب تنقص الأجراء ولا تمنع الإجزاء والصحة أما المانع من الإجزاء فنص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بالعازب فقال أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عوروها والعرجاء البين عرجوها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي هذه أربعة عيوب في الأضاحي تمنع الإجزاء سواء في البقر أو الإبل أو الغنم وما كان أشد منها يمنع من باب أو لا أما ما يكره في الأضحية ولا يمنع الإجزاء فهو كل نقص يعده الناس عيبا أو نقصا في الأضحية دون المذكور في حديث الباراء بن عازم ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بعضباء الأذن وأمر كما في حديث علي أن تستشرف العين والأذن أي أن يطرب طيبها وشرفها وكمالها لكن هذا لا يعني أنها لا تجزئ لكنه يفيد أن الأجر فيها منقوص وليس كاملا وافيا كالتي تكون سليمة من العيوب ما يكون في الأضاحية من عيوب خفية لا تتبين إلا بعد الذبح كما لو تبين في الكبد شيء من الآفات فهذا غير مؤثر لأن الحكم منوط بالظاهر وأما ما خفي فلا يؤثر لا في الإجزاء ولا في كمال الأجر لأن الحكم ممنع على الظاهر